من الويك أند وشرين عبدالوهاب مسا يترى على التريند في السوشيال ميديا وده الأكتر من سبب طبعاً كلهم ليهم علاقة بحفلتها اللي أحيتها في الكويت يوم الجمعة فحلبت سباق السيارات وفيه انتقادات طالت الحفل بشكل عام وإنه كان فيه فوضى وسوق تنظيم من جهة وده طبعاً اللي هنتكلم عنه بعد شوية كمان كان فيه بعض الانتقادات لإطلالة شيرين الكاجول اللي اعتبرها البعض إنها ما تلقشي على المناسبة بس بالمقابل فيه ناس برروا إنه اطلالتها مناسبة لأجواء المكان اللي يقيمت فيه الحفلة شيرين دائماً بتحب تكون مختلفة وفيه ناس تانين حللوا إنه اعتمدت هالإطلالة يمكن لأنها كسبت شوية وزن زيادة لكن هالتبريرات من محبين شيرين الكتار ما اقتنعوا ما اقنعوا كل جمهور اللي عم يتساءلوا ليش شيرين مؤخراً عم بتطلب اطلالات بثير جدل يعني قبل فترة بأبو ضبي طلعت على المسرح وهي حال أشعر بمهرجان أم الإمارات وبحفلة يوم الجمعة بالكويت طلعت بلبس كاجول زيادة عن اللزوم لهيك في ناس عم يربطوا الموضوع بظروف حياتها الشخصية وإنها عم بتكون عم بتأثر على ظهورها صبحي في إطار نفس الكلام كمان عن شيرين وحفل شيرين في بعض الأشخاص كمان من محبين شيرين اللي طلعوا نصحوها أن هي المفروض تبتعد في الوقت الحالي عن الفن لحد ما تعيد حسابتها وأوراقها مرة تانية كمان طبعاً شفناها قدقين هي لازم ما تكونش ايموشنال بالشكل ده ده اللي تقال طبعاً خاصة أنها بكت على المسرح يوم الجمعة لما كانت في الكويت وإحنا النهاردة طبعاً طلبنا من المتابعين على السوشيال ميديا يصوتوا على سؤال لو ينصحوا شيرين أنها تبتعد لفترة عن الساحة الفنية نسبة 67% نصحوها بالابتعد وال33% صوتوا بلأ ما تبتعديش طبعاً يعني أنا بدي أقول الشغلة أول شيء أنه أكيد ما حدا بينكر أنها مرت بظروف صعبة ويمكن بعدها كمان ولكن يعني أنها هي حساسة لكنها قوية رغم كل شيء مكملة مسيرتها وهي فنانة محبوبة جمهورها من كل وطن العربي على طول مساندة وهو نفس الجمهور يلي ما قبلها كتير بإطلالتها هالمرة وبيحبوا يشوفوها بأجمل حالة وما فيه دموع بعيونها وهلأ يعني إذا أنا نحكي أنه يمكن إجت نسبة نسبة عننا كبيرة أنه بمصحوها بالابتعاد يمكن خوفاً عليها أنت شو رأيك بالموضوع؟ أنا بشوف حاجة تانية صراحة يا صبحي أنا اللي عرفه نشرين فنانة عظيمة قدمت للفن من قلبها أسعدت الملايين من البشر بالفن اللي قدمت ومن أول يوم طلعت فيه لغاية النهاردة إنسانة عفوية بكل معنى الكلمة في النهاية هي إنسانة عشان كده بقول إنسانة هي إنسانة قبل ما تكون فنانة والطبيعي إن إحنا بمر بظروف صعبة فكرة إن هي تطلع على المصرح ولسه بتقدم ولسه بتدي من قلبها للجمهور وما منعتهمش إن هي تختفي عنهم أو إن هي تظهر بشكل مش ده الطبيعي أو الحقيقي لها فدي أنا بشوف إن هي شجاعة من شرين أنا بحييها عليها فكرة اللبس وظهورها على المصرح أنا بشوف إن هي ظهرت في حلبة سباء فكانت لبسها لبس كاجول هو يمكن إنه يمكن الوزن الزايد هو اللي كان مختلف في اللبس ولكن هرجع أقول تاني هي إنسانة بتمر بظروف كلنا عارفينها يعني مش هنطلع نقول والله إحنا مش عارفين شرين مثلاً حزينها ليه بعدين أنت بتعرفي شرين بتلبس حلو أساساً أنا صراحة زعلانة من الموضوع كله لأن أنا من عشاق شرين وزعلانة على أن الناس بتبص بس للفنان إنه هو فنان وخلاص ما هو إنسان قبل ما يكون فنان وبيسعدنا